من اكثر اسئلة الشباب بالنسبة لنا الاشعة الداخلية ودوالية الخاصة طبعا هو الشباب بيبخايف يعمل اي نوع من انواع العمليات الجراحية واي تدخل في النقطة دي بالذات وبيفضل يدور على اي بديل امن ما يكونش فيه اي خوف من ان يحصل الله قدر الله اثناء ربط الدوالي اصابة للحبل المنوي او تأثير على الخصوبة بل بالعكس هو نفسه يلاقي اجراء يعالجه من دوالية الخاصة المتسببة في بعض التشوهات في الحيوانات المنوية اللي ممكن تؤخر الانجاب بدون الخوف من ان يعمل عملية جراحية او من فكرة التخدير او الاجراء الجراحي ان ده بيحمل بعض الخوف لدى بعض الشباب طبعا الاشعة الداخلية من فتحة لا تتجاوز واحد ملي ممكن بتحل المشكلة دي خالص وما فيش اي خوف على الحبل المنوي حيبى ان شاء الله في حلقة كاملة بتفاصيل اخرى عن الاشعة الداخلية وعلاج دولي الخاصتين واي دلوقتي استفسارات ممكن تحبطوها في الكومنتات وحتلاقوا في والبايو تفاصيل كتيرة جدا عندنا وللخاصتين والاشعة هدخل ايه.